موسيقى الثالثة بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بحضراتكم قال الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه تابع باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني مؤخرا وثمن الرئيس السيسي في صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي العمل المستمرة من أبناء مصر المخلصين الذين يصعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصر العديزة وأكد الرئيس السيسي على الأغذي بالاعتبار ما تمت مناقشته في جلسة أمس الأول فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئة القضائية على العمليات الانتخابية كما وجه الرئيس السيسي الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وألياته التنفيذية أشهد مجلس أمناء الحوار الوطني بالاستجابة السريعة لرئيس السيسي لما صدر في بيان مجلس أمناء الحوار الوطني كما أشهد المجلس بتوجيه الرئيس السيسي لكافة الجهات المعنية لدراسة مقترح التعديل التشريعي المتعلق بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني على قيامه بكل الإجراءات والخطوات التي تخدم الحوار والنقاش من أجل مصر الغالية ومصلحة المواطن نفى المركز الأعلامي المجلس الوزراء إهدار مليارات الجنيهات على إنشاء حواجز الحماية من أخطار السيول على طول وادي العريش دون تحقيق أي استفادة من مياه الأبطار وأكد المركز أن أي مخصصات مالية خاصة بهذا الشأن يتم توجيهها بهدف الاستفادة المثلى من مياه السيول على طول وادي العريش الذي يعد من أكبر أودية شمال سيناء من حيث المساحة وكميات المياه التي يستوعبها وأضف المركز أنه تم إنشاء 1500 منشأ لتوفير الحماية للمواطنين وحماية المدن والقرى البدوية والمنشأة السياحية والطرق وأخطوط الاتصالات والغاز والمياه والكهرباء وأبراج الكهرباء والتي تقدر قيمتها بعشرات المليارات أعلن المركز السوري لرصد الزلزل لتسجيل 18 هزة أرضية منذ يوم أمس حتى صباح اليوم جميعها بقوة أقل من 4 و2 من 10 درجة على مقياس رختر وذكر المركز أن محطات الشبكة السورية للرصد الزلزالي رصدت 11 هزة أرضية في لواء اسكندرون و7 هزات في البر التركي مشيرا إلى أن تسجيل الهزات اقتصر على المنطقة الوسطى من لواء اسكندرون وفي شمال جبل طروس نهاية موجزة الثالثة دمتم في رعاية الله